لليوم الرابعي على التوالي تواصل فرق الإنقاذ المشتركة الباحث عن المواطن المفقود سعود المسلم والذي فقد منذ عصر الجمعة الماضي أثناء قيامه برحلة غوص حر بالقرب من منطقة الأرياغ مجهودة كبيرة من مختلف الجهات ودور فعال لوزارة الداخلية ممثلا بخفر السواحل بتسهيل عمل المتطوعين والذين خرجوا للمشاركة في عملية الإنقاذ المفقود المسلمة خواصين ومتطوعين يواصلون العمل والبحث المستمر ومن دون توقف عملت البحث صراحة ما شاء الله يعني فيه تغافر الجهود كبير ما بين الجهات الرسمية والأخوان المتطوعين تعاون كبير صراحة نلمس روح واحدة من الجميع سبحان الله في الظروف هذه صلنا اليوم رابع يوم أسواء يرد الفقيد لها لسالم غانم وعافى يا رب ويقر عيون أهل الكويت كلهم بشوفته يا ربي وبسلامته يا رب التفاعل الكبير لم يمنعه حرارة الأجواء بل حتى مع صيام يبذلون مجهودات جبارة في عملية البحث في منطقة صعبة جنوب جون الكويت منطقة الأرياقة والتي تعد قطعة ضحلة من المياه داخل اليابسة تقع في وسط الشريط الساحلي للدولة مستمرين ولنا أمل إن شاء الله وأمس لقينا هم أسلاح الفقيد لقينا وطفح وثبتنا مكانه وحاولنا ندور صعبة وراح ندور وندور وكلنا أمل بالله سبحانه وتعالى وإن شاء الله رح نلقى بإذن الله في صعوبة بعملية البحث والله في صعوبة يعني أنت قاعد تكلم بالعشرة متر في رؤية بالخمسة عش بالعشرين متر قاعد تنعدم الرؤية بس الحمد لله قاعد نحاول كثر ما نقدر أن نكون قروبات بالماء وقاعد ندور بكل صوب ما شاء الله أنتم شايفين يمكن من الساعة أربع يمكن ولا فوقي للعشرين طرات وكل طرات يمكن أقل شي عندهم خمسة ستة سبعة الكل موجود تابي القطاصين موجودين تابي هذي الملوت الدايفين تابي شلي تابي موجودين ما في بحر قاعد يدورون تحت ومع تفاعل المتطوعين وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بحملة استطاع الغواصين من خلالها العثور على مسدس الصيد للمفقود بينما ما يزال البحث جار عن المواطن سعود المسلم رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت